السلام عليكم ومرحبا بكم في ملخص جديد ملخص الحلقة الثانية من أنيمي أوتوناريني جينغا لما شاهدت شلزة الأول عليك مشاهدته قبل مشاهدة هذا الجزء وبدون إطلاع عليكم خلوا لايك للمقطع واشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لتصلكم كل الأجزاء القادمة وأهم شيء صلوا على النبي ويلا بينا تبدأ الأحداث بكوشيكي وإتشيرو يتحدثان عن ما حصل بينهما لتقل كوشيكي أنها أميرة شعب الشهوب وأتيت إلى الأرض من الفضاء الخارجي وهو تفاجأ من أنها أميرة وقال قد تكون خطيرة لتقول له تقضي عادتنا بأن يقام اتحاد زواجي مع الذي يرتبط بشوكتي ليقولها هل هذه هي عادات عائلتك لترد عليه نعم كان يفترض بالزواج من شريك يختاره والدي لكنني تعلمت من المانغا ماذا روعة الحب والحياة الغير مقيدة وقررت ترك الجزيرة لذلك كوغاسان علينا أنا وأنت أن نحاول الوقوع في الحب أولا ليقول لها لم تريد الخضوع لتلك العادات صحيح إذن هل هناك حاجة لإجبار نفسك في الوقوع في الحب وهي تفاجأت من هذا الجواب ليقول لها أعني أنه لا مانع من الوقوع في الحب لكن اختاري شريكك بعناية لتقول له لقد فهمت لدي خيار عدم الوقوع في الحب بالفعل ليقول لها إضافة لذلك هناك احتمال دائما أن أكون على علاقة مسبقة لتسأله هل أنت في علاقة الآن يرد عليها لا لست على علاقة بأحد الآن بعدها قال لها لننسى هذا الأمر برمتها الآن لترد عليه لكنك اخترت سلفا لهذا هو اعتذر منها وذهب ليفتح الباب لأن المحرر المانغا الخاص به جاء ليأخذ الفصول لتقول هل يمكنني أن أرتاح قليلا ليقول لها بالعكس يمكنك أخذ القيلولة قادر ما تشاءين ولما خرج قال ما قصة هذه الفتاة بالفعل بعدها ذهب وأعطى المحرر الفاصل وراجعه وقال له أنه قام بعمل جيد وإتشيرو ارتاح ليقول لها المحرر هل حدث معك شيء سيء ليرد عليه لقد تعرت لنوبة من الخوف ظننت أنني سأفوت موعدة تسليم ليرد عليه صحيح ذلك مخيف بالفعل بالمناسبة بالحديث عن الخوف شاهد فيلمين عن الرعب على التوالي مؤخرا وإتشيرو تفاجأ وتألى هل كان ممتعين ليرد عليه أعتقد أنهما مناسبة لك يا كوغا كلهما يحكي قصة عن قرى ومهرجانات وعادات وطقوط غريبة ليرد عليه بأن هذا لن يناسبه بعدها لما كان المحرر سوف يغادر قال له لماذا لا ترسم صفحات ملونة فأنا أحب تلوينك وإتشيرو كان سعيد بالأمر لأنها ستكون أول صفحاتها الملونة في هذه السنة في تلك الأثناء كوشيكي كانت نائمة وتحلم بأنها في القصر وفي الصباح تلقي التحية على كل سكان قريتها بعدها نهضت وقالت كما توقعت أعتقد أنه عندما أكون بعيد هذه المسافة عن شابي فستضعف علاقتنا بعدها أخوي إتشيرو كانوا يتناولان العشاء وسألوا عن أخوهم وأعتقدوا أنه سوف يكون لازل نائم بعدها جاءت كوشيكي وتعرفت على التيبي وقالوا لها أن تجلس لتأكل معهم لكنها قالت أنها سوف تذهب لمنزلها وأخذت حقيبتها وذهبت بعدها ذهبوا لإيقاد أخوهم للعشاء ووجدوا أنه مريض بالحمى وشوي جاءت رسالة من كوشيكي التي كانت تريد أن ترتل له طريقة التي سوف يحول لها المال عبرها وأخوه لما شاف الرسالة كتب لها أنا أعاني من الحمى الآن سأجيب عليك لاحقا بعدها فوميو قفز على أخوه ليقول له ابتعد وإلا عاديتك بعدها قفزت أختها أيضا وقالت له لقد وعتنا سنتقاسم المرض على ثلاثتنا هكذا ليطلب بعدها من شيبي أن تبقيهم بعيدة عنه بعدها غادروا وبقى هو وحده وفي الغرفة كان يتساءل هل هذا المرض هو الزكام وقال هل كوشيكي سان ستكون بخير وشوي وصلت كوشيكي وطلبت منه أن يمسك يدها وقالت له أعتذر على هذا لكن يبدو أنك تحت تأثيري يبدو أن الحمى التي تعانيها مصدرها هو ابتعادنا عن بعض جسديا وهو تفاجأ من هذا الأمر كيف أنا أصاب بالحمى لأنهم ابتعدوا عن بعضهم لا تقول له السبب هو القوة التي لدي أكثر من كونه تأثيري هل تصعر بتحسن الآن بعد عودتها ليقول لها بالفعل أفضل من السابق واعتدرت منه وقالت له أنه خطيبها الآن ومع ذلك كان بعيدا عنها كل هذا بغرض حمايتها كأميرة لا أنا ولا أنت نستطيع التحكم بنوايا النجم العظيم ربما كان كل هذا بسبب تلك الحادثة لكن لم أكن أقصد أبدا أن أجعلك تعاني من محنة غير معقولة كهذه وأنا أسفة مرة أخرى وهو قال لها كل هذه القصة لا تحتاجينها أيضا لهذا هي استلقت بجانبه قال لها يمكنك النهوض إذا أردتي لترد عليه بأنه لا مشكلة لديها بهذا ليرد عليها أنه أمر محرج لتقول له بأن ماتشي قالت أنه يعمل من أجل شقيقائه وذلك ليس ما تريد فعله أليس كذلك؟ ليرد عليها نعم صحيح أنا لم يحلفني الحظ في مجالات الصنين لكني كنت سعيدا لسماعي أني مناسب للعمل على مانغا الشوشو لكن ذلك ليس لصالح ماتش وفومين فحسب فأنا محظوظ لأن ما أحبه هو ما علي فعله كان نفس الشيء العمل في كتابة مانغا لتقول له أنت قبلت بعبئك وبحثت عن أفضل طريق للتقدم ليرد عليها أنه لم يعتبر كعب أبدا بعدها قالت له صحيح لطالما سألت إن كان ممكن أن تتشارك مشاعرك مع أحد ما بدون التحكم بهم تماما كما في القصص التي قرأت من بعدها لاحظت أن هناك كتاب بجانب إتشيرو وسألت عن هذا الكتاب ليقول لها أنها رسومات أولية ملونة التي سوف يعطيها للمحرر لتقول له أنه مرت سنة على حصولي على صفحة ملونة ليقول لها نعم لقد رسمت الكثير من فارط الحماس وقال لها أن تعطيه صورة من بين تلك الصور واختارت واحدة قالت أنها أعجبتها لهذا قال أنه سيحاول التوسع في ذلك المجال قليلا لكن حول النهوض لكنه لم يستطع لتقول له أن لا يرهق نفسه ليرد عليها هل سأتحسن إن لمست يدك لترد عليه أن التواصل الجسدي يمكنه أن يخفف الأيب لهذا هو استأدن منها وأمسك يدها وبالفعل شعر بشعور غريب وقال أن هذا مريح نوعا ما هكذا إذن كانت تقول الحقيقة منذ البداية مهما من الأمر صخيفا لكن لم يكمل كلامه وعاد للنوم مباشرة ولما صفق وجدت فوميو وسأل عن كوتيكي وقال له أنها في الخارج بعدها ذهب عندها وقال لها أنه يريد أن يسألها عن ما قلت ليجدها تقرأ في إشعار الاستئجار الغرفة وقالت له أنها لازلت تبحث عن مكان لكي تجلس فيه وقالت له هل يمكنه أن يتدبر الأمر وقال لها أنه بإمكانه أن يوصلها بذلك المكان كصديق لترد عليه أن تطوير العلاقة بدءا من الصداقة أمر لطيف ليخذ بعدها فوميو وأختها وكانوا ساعدان لأنها سوف تعيش معهم في نفس المنزل وشكرتهم على استضافتها وأخذت غرفتها بشكل رسمي وهو كان يفكر بأنها أميرة الشعب الشهب كيف سوف يفسر الأمر لماتي وفوميو بعدها جاءت كوتيكي وبدأت تساعد إتشيرو وقالت لها أنها تريد الدردة معه أيضا ليقول لها أنه لا بأس بذلك لتقول هل تريد معرفة إذ كان ممكن إلغاء اتفاقنا وهو تفاجأ لهذا قال لها هل ذلك ممكن بالفعل لترض عليه لا أدري بعد لكنني طلبت من خادمي على الجزيرة أن يبحث في الأمر وشكرها على ذلك لتقول له أنه انتهت بالفعل وهي كانت سريعة وهو شكرها لأن ذلك ساعد على الانتهاء باكرا وقالت له لا داعي لشكري فهي لديها خدمة تريد أن تطلبها منه ليقول مع نفسه أن التوقيت الذي قالت فيه ذلك يجعل الرفض صعبا وقالت أنها تريد الذهاب للتصوق وطلبت منه أن يرافقها ليقول لها إن كان هذا كل شيء صف أرافقك بعدها ذهبوا وبدأوا يتصوقون وهي كانت تريد ملابس حمل وملابس عادية وبعض الضروريات اليوم يقول أنه ما زالت ماتشي تشتري ملابس من قسم الأطفال لذلك لم يزور هذا الطبق من قبل بعدها كوشيكي ذهبت وارتدت بعض الملابس وطلبت من إتشيرو رأيه وبدأت تغير بما أنها ترتدي نفس اللون والتصميم أيضا يكون متشابه قال لها أنه آسف لا يمكنها التمييز بينها لهذا حاولت أن تستخدم حسها الفن وبدأت تمزيج بين الملابس ليقول لها الآن تبدين وكأنك ترتدي زيا مدرسيا لتقول له أظن أنه لا يجب على أي أحد أن يرتدي ملابس كهذه إلا من يدرسون ليقول لها أنه بإمكانها أن ترتديها لو أعجبتها وسألها ألم تكن في مدرستها أزياء موحدة لتقولها أنها كانت تدرس دروسا بالمرسلة لذلك لم ترتدي أي زي موحد وهي دائما أرادت تجربة واحد لهذا إتشيرو شجعها على أن تشتري هذا الزي وهي وافقت بعدها ذهبوا إلى المكتب وقالت أن لديهم كتب أكثر بكثير من مكتبات جدتها وأعجبها الأمر وقالت أنها تفترض أن كل الكتب التي في العالم متير للاهتمام وأرادت أن تشتري واحد من أجل هذه السنة وقالت هل صفاه أشتري واحد من كتب إتشيرو ليقولها أنه لدائي لذلك لأنه بإمكانه إعطاءها أي نسخة تريد وقال مع نفسه إنها صريحة بكل تأكيد بعدها ذهبوا للمقهى وأكلوا البودينغ وقبل أن تأكل رددت صلاتها وقالت مني إلى كل شعب الشهوب وإتشيرو تعزب من الأمر وقال لها هل تصلين لترد عليه لا إنها عادة نقوم بها قبل الأكل فكرت في أن أحاول التواصل مع الشعب الشهوب لكن لم أتلقى ردا بسبب بعد المسافة على الأرجح ليقول لها هل بإمكانك استخدام التخاطر مع سكان الجزيرة لترد عليه أنه شيء مشابه لذلك بعدها أكلت البودينغ وأعجبها بعدها قال إتشيرو أنه وجد موقع جزيرتها وأراها في هاتفه لتقول هناك الكثير أجهله ليرد عليها أنا أيضا لا أنظر إلى موقع مدينتي السياحية وهناك صفحة عن الأساطير تروي عن جزيرة الشهوب في أحد الأيام عطل الأطفال الجزيرة على شهاب نزل على الصفحة الجبل وبدأ يبكي ويبكي واقصربت منهم طفلة من الجزيرة وتبللت بدموع النجم وكانت تشعر بمدى حزن النجم وقالت سأخبر الجميع ووزعت دموع النجم على كل الأطفال الأخرين وستطاعوا أيضا تفاهم مشاعر ذلك النجم الذي كان يشعر بالوحدة ولم يستطيل التحمل ومقابل كل دمعة النجم صار أصغر وأصغر حتى اختفى بالكامل في النهاية لم يبقى هناك أي وجود للنجم لكن لا داعي للقلق وصلت مشاعر النجم لسكان الجزيرة وما عاد وحيدا بعد الآن هل أنتم هم شعب الشهوب الذين ذكروا في هذه القصة لتقولها أنه تم تسهيل الأحداث القصة ليفهمها الأطفال وذلك ما تعلمته أيضا عندما كنت طفلة كان نيزا كان لم يكن نجما وسمعت أنه أحضر معه نوعا من الكائنات العضوية الدقيقة ليقولها هل تقصدين أنه كان طفليا وذلك يعني أنك لترد عليه على حسب كلام جدتي أنها تتعايش وليست تتطفل وكانت أول أطفال النجم قبلي بجيلين لم تجمعني بها أي أحداث عميقة عندما كنت طفلة وقبل سنة عندما بدأت الحكم أمي بدأت جدتي بتعليم بعض القصص وكانت تتير حماستي فلم يكن لي أي تصريح بالاقتراب من الكتب حتى ذلك الوقت التاريخ مليء بالتروات والنشاطة اليومية في البلدات الأجنبية مدارس دخمة بها مجالس طلاب طغاة والأشخاص الممتعين الذين يقاتلون من أجل السلطة اللاهي بالنار التي أحدثها تلك الكتب في قلبي وكنت أقلل ذلك دون أن أدرك ليسألها عفوا ما الذي تفعله جدتك الآن لترد عليه لقد توفيت كانت أمي تعارض مغادرة للجزيرة لكن جدتي هي من دعمت الفكرة ليقولها لابد من أن الأمر صعب الآن أنا علي أن أبقى قريب منك بعد أن تمكنت أخيرا من المغادرة لتقول له أعلم أن السبب الذي يدفعني للبحث عن طريقة لإبطال العقد ليت أنني غير راضي عنك إن كنت أريد علاقة رومانسية حقيقية معك فهل كنت لأريدها أن تكون بسبب حادثة لذلك من المهم جدا أن تكون صادقة بيننا نمضي قدما في علاقة زوجية سليمة ليقول لها لا يجب أن أكون أنا بعد أن نبطل العقد سنعتر على شخص آخر مناسب لك وهي تفاجأت من هذا الراضوه مباشرة جاءها السكام وذهب ليخسل يدها وقال أن ذلك كان مفاجئة لا يمكن توقع ما الذي قد تقوله ولما خرج وجد أن هناك رجلان قال أنهما يريدنا الحديث عن المانغا وجلس بجانب كوشيكي لتقول له لابد أن هذا هو ما يطلقون عليه التجمعات بدون أنترنت بعدها ذهب لأن أولئك الفتيان كانوا يعاكسونها وأخذ كل تلك الكتب وقال لها أن عليهم أن يغادروا الآن وأمسك بيدها وحاول سحبها لكن حدث شيء لم يكن متوقع طلبت منه أن يترك يدها لأنه بدأ ينزيف من أنفه لتسأله هل هو بخير قال لها أنه بخير لكن عليهم أن يذهبوا الآن بعدها في الطريق توقف النزيف وقال لها أنه آسيف لأنها كانت خائفة بسببه لتقول له أنه ليس عليه أن يعتذر كانت هي سبب العطة والرعاف ليقول لها أليست الحمى فقط لتقول له يتجلى عقاب أي تلامس بالقوة وغير مرغوب فيه كأمرات جسدية مختلفة لكن كانت الغاية هو الابتعاد عن أولئك الأشخاص المرعبين لم أقصد أبدا أديتك لتقول له لم أفهم ذلك وأديت بسبب ذلك لكن لم يكن ليحدث كل هذا لو لم أغادر الجزيرة بعدها قال لها كوشيكي لم ترسم المنغا من قبل صحيح إذا صرت بارعة في ذلك الوقت القصير لابد أنك تدربت كثيرا من أجل ذلك كنت تعملين بجد على ذلك لأنك استمتعت به صحيح لترد عليه أجل استمتعت به ليقول لها لهذا ليس عليك أن تقول لي ليتك لم تفعل ذلك بسبب شخص آخر لتسأله لماذا يبكي قال لها أنا لا أبكي لترد عليه هل يمكنني لمسك إذن ومسحت عينيه وقالت له لقد قلت لك لقد كنت تبكي وهو قال في نفسه لقد تحسن حالي قليلا لتقول له شكرا على مراعاتك ليقول لها أريد فعلا معرفة كيف ألغي العقد لكن أريد مساعدتك إن كنت تشعرين بالسعادة هنا لهذا سأتعلم قواعد التواجد معك وهدف فاجأها بعدها عادوا للمنزل وكوشيكي اشترت ملابي جميلة ترتديها في المنزل ليسألها فوميو ما سبب الإحراج لتقول له لم أرتدي سراويل من قبل لتقول له ماتشي لابد أنكم على وفاق ما دمتم قد خرجتم للتسوق معا وتشيبي تفاجأت لأنهما خرج معا ليتسوقوا ليقول إتشيرو لماتشي أن تتوقف لتقول كوشيكي أنها كانت تعيدة كثيرا عندما قال أنه يريد معرفة المزيد عنها وهذا صدى ماتشي وفوميو لذا قل كوشيكي لإتشيرو ربما كان عليها ابقاء هذا سرا بيننا المسكين لا تستطيع أن تخفي أي شيء يلي على قلبها وعلى لسانها مباشرة وحتى هو تفاجأ لتنتهي الحلقة الثانية من الأنمي أتمنى أن ينال إعجابكم هذا المقطع لا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرسة تنبيهات لتصلكم كل الأزداء القادمة وأهم شيء صلوا على النبي وملتقانا في المقطع القادم